شكرا لكم في حلقة جديدة وفيديو مميز جدا جدا لان النهاردة ليلة اول يوم في شهر رمضان 2019 رمضان كريم وربنا يجعله ان شاء الله بإذن الله شهر المغفرة وشهر الرحمة انا بحب رمضان قوي عشان بحس ان هو حاجة مميزة بحس ان هي رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى وعندي شوية تقوص كده عايزة احكي لكم عليها وعايزة انصحكم بيها اللي هو نحاول نحافظ عليها في رمضان يعني انا كرشا بورج العزراء عندي شوية تقوص كده الى حد ما بحاول دي ماكسما ان انا يعني حتى اعلمها واورثها لولادي ومعرفش ممكن تربينا بقى كده يعني انا اصلا اولادي من منصورة فالمنصورة دي تعتبر ريف يعني انا مش من القاهرة اوريجنالي انا مش من القاهرة يعني انا مش من العاصمة انا اعتبر بنت ريفية شوية فعندنا في المنصورة بقى عاداته تقاليد اللي هو لمة العيلة في رمضان يعني رمضان دا حاولوا دايما ان انتوا تعملوا اكبر قدر ممكن من صلة الرحم انتوا تصلوا رحمك وتكلموا اهليك وتكلموا الناس انتوا زعلانين منهم فدي كان عندنا كده في policy او يعني code of ethics عندنا في العيلة ان في رمضان اي اهتين متخصمين متخنقين تلاقي خالتي ما بتكلمش امي لازم ناس دي كلها تتصالح اه مثلا اه اه مش عارفة مرات عمي وامي كل الناس اللي متخنقة وزعلانة من بعضها التطوشات بسيطة جدا ان هم يتصالحوا مع بعضه يعني ايه ويبدأوا صفحة جديدة فبليز يعني سامحوا اي حد زعلان من اي حد هو يبتدي وخيركم الذي يبدأ بالسلام يعني تاخد الحسنة بعشر من امثالها والله يضعف لما انشاء يعني كل ما انت هتعمل خير ربنا بيضعف لك الحسنات دي فكل سنة وكل المتابعين بتوعي بخير وعايزين نستغل كل لحظة وكل ثانية في رمضان ان احنا نعمل خير وان احنا نستغفر وان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى فهو شهر العتق وشهر المغفرة الحاجة التانية عايزاكوا تعلموا ولادكو ان الشهر ده ليه فضل عظيم في حياتنا خليهم يبقى عندهم طقوس يعني حاولوا ان العيلة كلها تتجمع على الفطار يعني العزومات بتاعت العيلة يعني بلاش نعود نضيع ما انا بحبش الفوشخارك كدابة يعني بلاش نعود نضيع بقى الوسبيشر في العشرة ايام الاخارة انا مع العزومات بس اللي هو بقى فيه عائلات كده تحسي العزومات كل يوم والحاجات دي بالعكس خلوه بقى شهر العتق شهر الاستخبار شهر الرحمة يعني حاولوا دايما طبعا اكيد لازم يبقى عندكو ذكر من القرآن الكريم حاولوا ان انتو تحددوا كده يبقى عندكو بلانز عندكو خطة يعني مثلا بعد كل صالة تقريركو ثلاث صفحات بحيس ان انتو تبدأوا فيه ناس بتحاول تبتدي انا هقولكو بقى من البداية من هو من صورة البقرة وناس بتبتدي من جزء عامة انا كراشا وكبرج العزراء بحب دايما ان انا بتدي من جزء عامة مش عارفة دايما لما كنت ببتدي من صورة البقرة كان بيحصل لي الظروف كده ما بقدرش اختم القرآن حاولوا تبتدوا من جزء عامة حاولوا تحفظوا على صلاة التراويح وتعلموها لولادكو يعني احنا كان برضو عندنا في منصورة صلاة التراويح دي حاجة اساسية جدا الناس تروح تصلي التراويح ويتجمعوا كده العيلة والجيران ان هما يتجمعوا وروحوا ماشي كده للمسجد ولابسين جلابيات ومش عارفة وتلاقيوا الاطفال بيجروا قدامهم طبعا ممكن كسيفتي وايز لو ما عندكمش قدرة ان انتو تاخدوا اطفالكو يبقى يفضل ان هما عشان الزحمة وعشان يعني تبقيش لو اطفالك صغيرين شوية يعني مش سيفتي ان انتو تاخدوهم معاكو المسجد بس علموا ولادكو يعني ايه صلاة التراويح يعني حاولوا تصلوا للجمعة في المسجد يعني حاولوا يبقى عندكم تقوص في رمضان يوم الجمعة تشغلوا البخور وتشغلوا القرآن صلاة الفجر يا جماعة صلاة الفجر حاضر دي يعني نعمة من نعم ربنا حاولوا يبقى عندكم برضو تقوص في الاكل في رمضان يعني بلاش بقى اللي هو يبقى دايما الخشيف يبقى فيه اكلات كده مرتبطة برمضان انا عن نفسي بقى حاجة اسمها خشيف هعمله لكم مرة وارهه لكم فظيع بحب المكسرات يعني علموا ولادكو ان هما يرتبطوا برمضان يرتبطوا بشعور برمضان بلاش بقى الناس اللي هي بتبقى بحس ان فيه ناس كده بقى بقى الرمضان احنا هنتفرج على مسلسلات ايه بقى ببرنامج رامز وبرنامج انا في رمضان مش بهتم قوي بالمسلسلات لان كل المسلسلات دي هتتعايد مرة واثنين وثلاثة على كل القنوات اما رمضان ده شهر واحد والحسنة بعشر امثالها فحاولوا ان انتوا تستغلوا كل لحظة ان انتوا تستغلوها ان انتوا تضعفوا حسناتكو وتضعفوا وتقربوا من ربنا اكتر وتقربوا يعني من عائلتكو وتدعوا كتير يا جماعة يعني خلوا الدعاء ده مفتاح كل يوم قبل يعني دي برضو من طقوس رمضان ان انت قبل ما تخط يعني للصائم دعوة لا ترد يعني من احد الدعوات التي لا ترد المجاهد في سبيل الله والصائم يعني انت تعتبر مجاهد في سبيل الله حاول ان انت تعد تدعي وتدعي لاخوتك وتدعي لامك وتدعي لابوك ودعي كل يوم قبل ما تخط التمرأة او قبل ما تشرب ادعي كتير جدا يعني يعني معلموا ولادكم بفضل الدعاء قبل الفطار يعني وانت صائم قبل ما تخط اي حاجة ده لي فضلوا ده والدعاء ده لا يردوا لي دعوة مستجابة اعملوا قانون جذب تخيلوا دايما وتفاقلوا يعني اعملوا قانون جذب وتخاطر في رمضان فكروا في ايجابية فكروا بتفاقل فكروا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تفاقلوا بالخير تجدوا يعني قانون الجذب وحلقات قانون الجذب اعملوها في رمضان ادعوا ادعوا الدعاء جزء من قانون الجذب والدعاء ان انت عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك دعائك ام حاول ان انتوا تنظموا وقتكو في موضوع الاكل يعني انا بحس يعني انا مش عارفة كنت قادم اصحابي في النادي النهاردة لطي ناس عاملت تتكلم رمضان بقى يعني كنافة بقى وحايصين يجيب قطيف أنا ماشي على فكرة بحب الاكل بتاع رمضان بحب الاكل جدا بس ما تبقاش حياتنا يعني خلينا نعمل بالانس ما بين حياتنا وعلاقتنا بربنا وما بين بقى التقوص رمضان هو رمضان مش شهر الاكل على فكرة ولا شهر المكسرات ولا شهر الحلويات والكنافة والبقلاوة والجولاش جلاش لا رمضان يبقى يبقى عاملين بالنس ما بين الاتنين يعني انا بحب كده كراشا يعني انا حب ان انا برج العزراء يعني احب ان انا اكون محافظة الحمد لله يعني بعلاقتي مع ربنا وان انا يعني استغل كل لحظة في رمضان وفي نفس الوقت برضو قطيب يعني حاولوا تعلموا ولادكم ازاي يرتبطوا بشهر رمضان ازاي بقى فيه يعني زينة رمضان انا لسه ما علقتهاش بصراحة بس انا بدور عليها لسه ما لقيتهاش ايه ما اشتري حاجة جديدة عشان الشاكلة بتاعتنا غيرناها بس جديدة مش عارفة مكانهم بس حاولوا ان انتوا ترتبطوا بجد واهم حاجة صلاة الرحم يا جماعة صلاة الرحم والدعاء عن ظهر الغيب للناس اللي انت بتحبوهم هتفرق جدا صلاة الفجر اللي هو صلاة الضحى صلاة الحاجة صلاة الاستخارة لو انت محتر ما بين اي حاجة في حياتك صلي صلاة الاستخارة كتير في رمضان ادع كتير جدا جدا استغلوا رمضان ده غير بقى احنا نتكلم بعد كده عن العشر الاواخر في رمضان ده ليهم حلقة لوحدهم بس حاولوا ان انتوا تنظموا وقتكم لان اللحظة في رمضان ليها تمن وليها قيمة وليها اجرى وربنا سبحانه وتعالى والله يضاعف لهم ان يشاء قرآن يا جماعة القرآن 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 يعني رمضان ده شهر القرآن صلاة الترويح انا مش هقول لكم بس على قد ما اجيلك فرصة صالي صلاة الترويح حاول ان انت تقول لجرانك يعني انا هقول للاكرام جارتي فوق واقول للميرنة ان احنا نروح نصالي الترويح مع بعض اه والله الترويح دي اهم اليوم مرة من المسلسل ومن البرنامج يعني بلاش تخلي على فكرة مش هقول لكم ان انا مش لابسة انقاب يعني بقول لكم كده بس انا بحاول هو الشخص الزكي اللي حاول يستغل كل حاجة رمضان ده بيجي شهر واحد في سنة استحملوا انا على فكرة بتفرج على المسلسلات ده اللي هو بعد الساعة وعشرة كده من عشر الاثنشر احيانا بعض اتفرج على المسلسلات عادي جدا يعني وعلى فكرة بعض اعمل قطايف بعض اعمل حاجات كتيرة جدا فعادي اعملوا بلانس حاولوا ان انتوا تعملوا بلانس كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل الامة العربية والاسلامية في العالم كله بخير وصحة وسعادة وسلام ويا رب جعلنا في سلام نعيش في سلام وبعد ويعني انصر انصر كل انسان موظوم صلة الرحم صلة الرحم صلة الرحم صلحوا اي حد زعلان منكم اهتموا يعني قربوا من ربنا ربنا بيقولك ومن تقرب الي يعني ربنا يعني انت كل ما تتقرب ربنا خطوة ربنا يتقرب منك عشرة وتفقلوا بالخير يتجدوا ادعوا كتير جدا لنفسكم والاهليكم وكل ناس بتحبوهم شكرا شوفكم فيديو تاني اعملوا لايك للفيديو اعملوا شعر بليز لايحد شايفين يستحق يسمع كلام ده كل سنة انتو طيبين وقلولي انتو ايه تقصكو في رمضان يعني ايه الحاجة اللي ما تقدرواش تستغنوا عنها ورمضان عندكم مرتبط بيها يعني بالنسبة لي صلاة الترويح صلاة الفجر حاضر اطايف كنافة بقى بال كنافة من المانجا انا بحبها اوي برضو والخشيب وقرأة القرآن الكريم وصلة الرحم مهمة اوي 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 كلموا اهليكو كلموا قرائبكو يعني حاولوا انتو تستغلوا كل اللحظة في رمضان شكرا رمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين وحضراتكو طيبين باي باي